عملية الشروق الباك اعتقال صباح عبدالسلام هني تقيقة اسماعيل هني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لم تجري عمليات الاعتقال في مستشفى الشفاء أو خان يونس ولا في قطاع غزة أصنع بل في إسرائيل وتحديدا في بلدة تل السبع في النقل فصباح هني البلغ من العمر 57 عاما متزوجة من رجل من فلسطيني 48 وهي ليست الوحيدة فلديها شقيقتان أخرين تزوجتا في نفس البلدة كان هذا الأمر طبيعيا عندما كانت حدود غزة مفتوحة وكان القطاع وجهة البدو الفلسطينيين في النقل الشرطة الإسرائيلية وقوات الشباك التي داهمت منزل العائلة وعاتت به خرابا تنسل للسيدة صباح هني تهم التواصل مع جهات إرهابية والتضامن مع منظمة إرهابية وتقول الشرطة إنها صادرت نقودا وهواتف من منزل العائلة وكأنه يمنع حيازة المال أو الهواتف لكن من الواضح للجميع أن التهمة الحقيقية هي كونها أخر إسماعيل هني فمنذ بداية الحرب تعرضت الأخوات لحملات تحريض واسعة وطالب اليمين المتطرف بعدم تقديم العلاج لأحد أحفاد واحدة منهم رضيع ابن عامين في أحد المستشفيات الإسرائيلية وإزاء التحريض على شقيقات هني الإعلام الإسرائيلي كان متفرجا صامتا في أحسن الأحوال أو مشاركا في التحريض في كثير منها وبين الصمت والتحريض الشعبي فرصة ذهبية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي بن كفير لإثبات وطنيته الزائدة وفي حربه على الجيش والتنافس معه ها هو يحقه إنجازا فبينما لم يسجل الجيش نجاحات مذكورة في الوصول إلى قيادات حماس ها هو بن كفير يسجل بطولة جديدة في اعتقال أخت إسماعيل هني ولا أقل من ذلك نضال كنعني سكاينيوز عربية القدس